تناقض يعكس حالة التخبط وسوء إدارة ملف المياه فما بين مخاوف الجفاف التي تهدد العراق منذ فترة ليست بالقصيرة تأتي تحذيرات من انهيار سد الموصل ومخاوف من تكرار كارثة مدينة درن الليبية في العراق حيث يوجد أخطر سد في العالم وفق تعبير شبكة ناشنال جيغرافيك الأمريكية تقرير للشبكة ناقشت تداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل سواء من ناحية الخسائر البشرية أو تلك المتعلقة بالمواقع الأثرية التي تنتشر على جانب نهر دجلة حيث يقع السد المبني على أساسات من الجص ويتطلب حقلا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله منذ اكتمال إنشائه عام 1984 لم تكن هذه التحذيرات جديدة فقد سبقتها السفارة الأمريكية في بغداد عام 2016 حين طلبت من مواطنيها الاستعداد لمغادرة العراق في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد وذلك بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل ما عرق لإجراء عمليات الصيانة وفي السنوات التي تلت هذا التحذير ساعدت الحكومة الإيطالية في إصلاح سد الموصل لكن ناشنال جيوغرافيك تنقل عن عدد من الخبراء قولهم إن التهديد بنهيار السد الذي يبلغ ارتفاعه مائة وثلاثة عشر مترا وعرضه ثلاثة كيلومترات لا يزال قائما ويمكن أن يؤدي إلى موت مليون ونصف المليون شخص مما يعيشون على ضفاف دجلة في حال لم يخلى مسار الفيضان في غضون ثلاث أو أربع ساعات ولفت الخبراء إلى أن المياه ستغمر مدينة الموصل بارتفاع واحد وعشرين مترا خلال ساعات من انهياره وكذلك تندفع موجة مد داخلية لمسافة مائتين وثمانين كيلومترا باتجاه الجنوب على طول نهر دجلة وعلى الرغم من تأكيد وزير الموارد المائية عون ذياب أن حالة سد الموصل مستقرة إلا أن هذه التصريحات لا يمكن أن تكون مدعاة لطمانينة العراقيين وهم الذين خبروا مقدار التخبط والفشل في إدارة الدولة لا سيما في ملف المياه